لو جينا نتكلم عن بعض الامراض النفسية المرتبطة بالمعدة معروفا بيتم التحكم في وظائف المعدة زي إفراز الأحماض اللي بتساعد في هضم الطعام ودفع الطعام طبعا إلى خارج المعدة عن طريق نظام عصبي مؤقت بيعمل على مدار اليوم يعني هو الحياة بيكون تأذر ما بين عمل الجهاز العصبي وعمل الجهاز الهرموني في جسم الإنسان طبعا ضغط الحياة اللي بيتعرض ليه الإنسان بيقص على وظيفة النظام العصبي في جمائك زي الجسم بما في ذلك طبعا الجهاز الهضمي أو المعدة وده بيدفع المعدة لأن هي يتسبب لها بنوعين من ردود الفعل في أول رد فعل هو التفاعلات النفسية الفيسيولوجية وثاني رد فعل هو التفاعلات النفسية الجسدية بالنسبة للنوع الأول التفاعلات النفسية الفيسيولوجية هذه التفاعلات النفسية بتقص على قدرة المعدة والجهاز الهضمي على القيام بوظيفته على عكم الواجه وفي الغالب يتمسى هذا النوع من التفاعل في ألم في حال القيام بحركات الأمعاء اللي بيحصل طبعا في حالة تعرض للإجهاد الأمثال على التفاعلات النفسية الفيسيولوجية مرض القولون العصبي اللي بيؤدي إلى إصابة المريض بتشنج المعدة أو زيادة إفراز حمض المعدة النوع الثاني هو من أمراض المعدة النفسية التفاعلات النفسية الجسدية هذه التفاعلات النفسية الجسدية بتؤدي إلى إحداث تغيير شكلي في المعدة والجهاز الهضمي وبالتالي بينتج على إصابة المريض بالقرحة الهضمية أو التهاب القبل ونتقى الروحي هذا النوع من التفاعلات بيصنف من ضمن حالات الأمراض النفسية الشديدة اللي بتحتاج طبعا لإلاج نفسي وليس فقط علاج طبي على عكس التفاعلات النفسية الفيسيولوجية طيب بالنسبة لبعض أمراض المعدة النفسية بعد معرفنا التفاعلات النفسية الفيسيولوجية والجسدية اللي بتحدث نتيجة تعرض الأعصاب الموجودة في المعدة لضغط الحياة المختلف في بعض الأمراض المعدة النفسية اللي بيعاني منها معظم الأشخاص من هذه الأمراض مرض القبلون العصبي في الغالب بيحدث مرض القبلون العصبي نتيجة التوتر الشديد أو التعرض لضغط الحياة المختلف بشكل متزامن ومتتالي وده بيقص على وظيفة المعدة بالإضافة طبعا لأسباب أخرى للإصابة بالقبلون العصبي زي العامل الوراثي أو تناول الأطعمة اللي بتؤديها تهيج القبلون أعراض مرض القبلون العصبي اللي بيأثر على المعدة طبعا المريض بيعاني من ألم وتقلص في المعدة وهذا ألم بيزداد وبيصبح أسوأ بعد الأكل وبيشعر المريض بتحسن بعد القيام بعملية التبرز من الأعراض أيضا الشعور بالانتفاخ والشعور بزيادة الغازات في البطن وعدم الراحة أيضا الشعور بالإسهال أو بيعاني من الإسهال المريض طبعا المريض القبلون العصبي بيعاني من براز مائي آآ والحاجة إلى التبرز بشكل مفاجئ والنقيض أيضا أو العكسة بيعاني من الإمساك وبالتالي بيجد صوابة وإجهاد في حالة التبرز ودايما بيدخل الحمام وبيتبرز وبيشعر بعد المنقود على إفراغ الأماء بشكل كامل من العراض أيضا أو الأمراض النفسية المرتبطة بالمعدة فقدان الشهية العصبي في بعض الناس اللي بيصابوا بفقدان الشهية العصبي بيشعروا دايما وبيعانوا من خوف شديد من زيادة الوزن وبالتالي ده بيأص على احترامهم لذاتهم ده ممكن يؤدي إلى تعقفهم عن طناول الطعام وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن الشديد ومشكلات صحية خطيرة ممكن تؤثر على حياة الإنسان وعلى وظائف الجسم وتؤدي إلى إنهاء حياة الإنسان إذا لم يتم علاجها فقدان الشهية العصبي يؤثر على المعدة من خلال أن المريض بيشعر بعلم شديد في البطن بيشعر بانتفاخ بإمساك ده ممكن طبعا يؤدي إلى فقدان الماء واختلال التوازن الإلكتروليتات في الجسم وفي الدم ده يؤدي إلى فقدان البوتاسيوم وبالتالي على المدى الطويل يؤدي إلى إصابة بأمراض الكلا أيضا من أمراض المعدة النفسية القرحة الهضمية بتحصل القرحة الهضمية لما بتقوم الأحماض اللي موجودة في المعدة اللي بتساعد في هضم الطعام على إطلاف وتدمير جدار المعدة أو الاثنى عشر وطبعا أكتر سبب شائع ومعروف للإصابة بالقرحة الهضمية هو الإصابة ببكتيريا الجرسومة المعدة أو البكتيريا الحازونية البوابية أو الاستخدام طويل الأمد للمسكنات أو أدوية السهولة زي الأسبورين أيضا بيزود الإجهد والتوتر والأطعام الغنية بالتوابل من القرحة الهضمية وبيسبب ألم شديد في المعدة من الأمراض أيضا القولون التقرحي بيسبب التأب القولون التقرحي تهيج وتقرحات فيه لماع الغليظة وبيعاني حوالي النص المصابين بالتأب القولون التقرحي من أعراض خفيفة إنما النصف الآخر بيعانوا من حمى أو إسهال دموي أو غسيان أو تشنجات شديدة في البطن في العادة بتحصل نوبات القولون التقرحي نتيجة الإجهاد النفسي أو تناول المضادات الحاوية أو تناول الأدوية المضادة للبطنة غير السترودية في النهاية بعض النصائح بنقدمها طبعا للتخلص من أمراض المعدة النفسية بتساعد هذه النصائح في التقليل من حدوث النوبات من هذه النصائح هو الخضوع للعلاج النفسي والمعرفي والسلوكي خاصة للمرضى اللي بيعانوا من أعراض شديدة زي مرضى فقدان الشهياء العصبي أيضا مهم جدا زيارة الطبيب بشكل دوري ومتكرر للحصول على العلاج الطبي المناسب والأدوية المناسبة ويفضل طبعا عدم تناول الأدوية بدون وصفة طبية أو بدون الرجوع للطبيب لمنع تفاقم الأعراض أيضا من النصائح مهم جدا أن الإنسان يحاول يحصل على قدر من الاسترخاء ولا يقع فريسة سهلة لضغط الحياة ولا يجعل الأمور اللي بيتعرض لها في العمل أو في الحياة تؤسى على النظام الصحي أو الغذائي مهم أيضا النوم لا يقل عن سبع ساعات في اليوم اللي اهتمام بمارسة رياضة بانتظام وطبعا الحصول على قدر كبير من الغذاء الصحي المتوازن وطرق صحية لتقليل التوتر زي تمرين الاسترخاء والتأمل ده كان أهم المعلومات عن أمراض المعدة النفسية اللي ممكن يعانى منها الإنسان في النهاية بنتمان السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع جديد